بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين لبرنامج المعاملات المالية والتجارية مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة أهلا بكم في مقرر المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسبية في هذا اللقاء هنبدأ نتعرض إلى مجموعة من النقاط هذه النقاط يمكن تتميز أكتر بسماتها التطبيقية وبنتكلم عن مداخل المراجعة الخارجية في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات يمكن في اللقاء السابق كنا اتكلمنا عن المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الإلكتروني النهاردة بقى بننقل شغلنا شوية على المراجع الخارجي بنلاقي برضو إن المراجع الخارجي قد يستخدم يعني أساليب إما متطابقة أو مشابهة إلى الأساليب اللي كان بيستخدمها المراجع الداخلي بالإضافة طبعا لبعض الأساليب الخاصة بالمراجعة الخارجية للبيانات والمعلومات في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية فلو استعرضنا المداخل المختلفة بنلاقي إن عندنا أول مدخل يمكن اتكلمنا عليه قبل كده المراجع حول الحاسب وكنا بنقول برضو إن إحنا بنفترض بنفترض إن الحاسب ده صندوق مغلق يعني ما نجدعو به خالص إحنا بنراجع اللي حواليه يعني بنراجع اللي داخل واللي خارج واتكلمنا عن الكلام ده في لقاء سابق برضو الإسلوب التاني المراجعة من خلال الحاسب وبرضو اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن هذا الإسلوب يمكن الإسلوبين التالت والرابع دي بتبقى أساليب خاصة بالمراجعة الخارجية فممكن إن المراجعة تتم باستخدام إسلوب فحص برامج المنشأة يعني إحنا نمسك برامج المنشأة ونعمل لها عملية فحص نفحص البرامج المطبقة في المنشأة اللي هنتستخدم في عملية التشغيل ونتطمن إنها سليمة وممكن برضو في أسلوب يستخدم أيضا وهو أسلوب المراجعة باستخدام برامج خاصة بمكاتب المراجعة بناء تملي مجموعة من مكاتب المراجعة الكبيرة بتعمل لها برامج خاصة بيها بتستخدمها في عمليات المراجعة بس طبعا هنا بقى هيصار تساؤل هل هذه البرامج اللي هتصمم من خلال مكاتب المراجعة هل هتتعامل بقى لكل عميل لوحده ولا هتبقى برامج عامة يعني ممكن إن احنا نستخدمها مع أكتر من عميل ده برضو اللي هنشوفه في جزء قادم طيب هناك الكثير من الأساليب اللي بتستخدم أو بيستخدمها المراجع الخارجي أما بيجي يراجع في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات فعندنا مثلا اسلوب العينات الإحصائية اسلوب المحاكاة السيميوليشن يعني تحت حالات بديلة اسلوب التغذية العكسية بالمعلومات اسلوب الحدود اقتبارات الحدود والمقايدات اسلوب خرائط المراقبة اسلوب خرائط الإجراءات اسلوب برامج المراجع الجهزة اسلوب خرائط التلفق المعلومات اسلوب خرائط تحليل النظم مجموعة كبيرة من الأساليب اللي بتستخدم في المراجع الخارجية واضح طبعا ان المراجع الخارجي لازم يكون ملم بهذه الاساليب وبرضه واضح ان الاساليب دي خرجة عن نطاق التأهيل العلمي للمراجع في الكليات يعني اللي بياخد باكاروس محاسبة ممكن اه بيكون درس محكاة ممكن يكون درس عينات ممكن يكون درس برامج جهزة ممكن يكون درس خرارة تبفق او خرارة اجراءات او ما الى ذلك بس مش بالدرجة اللي تأهلوا انه يستخدم هذه الاساليب في التطبيق العملي بقى كاسلوب مراجع بيستخدم فلذلك يمكن ده اللي كان لنا نتكلم في اجزاء سابقة عن عملية التأهيل العلمي والخبرة والتدريب العملي لمراجع الحسابات على اساس يقدروا يطبقوا مجموعة الاساليب الاحصائية والسيميوليشن والخرائط وما الى ذلك في عملية المراجعة فيعني كان لنا حق اما قلنا ان معايير المراجعة في الواقع في حاجة الى تطوير وطبعا التطوير اول ما نبدأ لازم نبدأ بالشخص نفسه بالمراجعة نفسه اللي بيراجع يعني علشان نتأكد من هذا لو خدنا مثال على مراجعة صفقات تجارية بتتم من خلال انترنت عملية بيع تمام خلي بالك انت طبعا في ذهنك ايه الاجراءات اللي كنت هتعملها علشان تراجع عملية بيع ما بتتمش عن طريق الانترنت يعني بتتم عن طريق الشركة عميل وبييجي واشتري منك البضاعة وعروض اسعار وما الى ذلك لو هذه العملية بتتم من خلال شبكة الانترنت نشوف المراجعة ده يعمل ايه يعني بداية لازم يراجع عروض الصفقات المعلنة من خلال شبكات الانترنت بيبقى فيه الصفقات الشركات بتعلنها بتعلن العروض بتاعتها تقول ادي البضاعة اللي بينبيعها ادي مواصفاتها ادي اسعارها ادي شروط الدفع ادي شروط التسليم ادي ادي كل الشروط بعد كده بيكون فيه طلب شراء وارد ليا ما انا ببيعه من خلال شبكة الانترنت لازم اراجع طلبات الشراء الواردة من خلال شبكة الانترنت على العروض السابقة عشان اطمن ان طلب الشراء اللي جايلي كان على احد العروض السابقة بنفس الشروط اللي كانت معلنة يعني انا طلب الشراء اللي جايلي ما هواش على عرض من العروض اللي انا اعلنت عنها وإلا يبقى فيه اختلاف ما بين طلب الشراء وما بين السياسة اللي الشركة بتتباهها في عملية البيع فبالتالي هتعتبر مخالفة يبقى لازم اطمن ان طلبات الشراء مطابقة للعروض اللي موجودة ومعلنة من خلال الشبكة طيب جاي طلب الشراء وكان مطابق فالمفروض في عقد بيبرم وبيرسل من المشتري من خلال البريد الالكتروني لازم اتأكد ان الامر او العقد ده برضو مطابق لطلب الشراء ومطابق للعرض اللي معمول عن الصفقة نفسه يبقى اطمن ان ما جاء بطلب الشراء اللي هو كان اساسا المتطفق مع العرض اللي انا اعلنته هو ما ورده في العقد المبرم ما بين الباع والمشتري طيب بعد كده انا خلاص بعت طيب شروط بقى التنفيذ وشروط السداد تمام دي بتبقى موجودة اساسا في العرض وبتبقى موجودة في العقد المبرم اللي اتبعت على البريد الالكتروني وانا اطمنت عليه يبقى لازم اتأكد الشروط والتنفيذ وشروط السداد علي ورد في العقد المبرم ما بين الباع والمشتري اللي كان مطابق مع طلب الشراء وكان مطابق مع الايه العرض واخيرا بيترتب على عملية البيع وابرام العقد وتنفيذ الشروط وعملية السداد لازم يكون فيه معالجات محاسبية اخيرا اطمن على المعالجة المحاسبية للمراحل السابقة يعني شوف مراجعة المعالجات المحاسبية جات امتى وده الفرق ما بين عملية التشغيل اليدوي والمراجعة في ظل التشغيل اليدوي والمراجعة في ظل التشغيل الالكتروني يمكن انا لو براجع لو كنتم بجيب على طول الفواتير والعقد بتاعه وروح مراجع على موسجب اليومية والاساس واخلص لا ده هنا العملية دي جات في الاخر في اجراءات كتيرة يعني تختص ببيئة التشغيل الالكتروني اجبرت المراجع ان هو يعمل اجراءات مراجعة ما كانش معتاد عليها قبل كده ان هو بدأ يخش على النت ويشوف الصفقات ويشوف العروض والشروط والطلبات والعقود المبرامة والشروط السداد والتنفيذ واخيرا يبدأ يبص بقى على المعالجات المحاسبية طيب لو اتكلمنا على الاساليب الفنية للمراجعة اللي بتستخدم في ظل التشغيل الالكتروني او الاساليب الفنية لمراجعة نظم الالكترونية بصورة عامة ايه هي هذه الاساليب اول مجموعة من الاساليب اساليب فحص انظمة الرقابة الداخلية ايه الاساليب اللي بتستخدم لفحص انظمة الرقابة الداخلية فيه اساليب تستخدم فيه تحليل البرامج نفسها لازم احلل البرامج ازاي ان انا مثلا بفحص واراجع الكود بتاع البرامج ده في حالة استخدام لغات الحاسبات الرقمية طيب لو ما تمكنتش من مراجعة الايه الكود ما عرفتش افحص الكود ده لاي اسباب ممكن استخدم برامج شبيهة او مشابهة ها ليه البرامج اللي بتطبق ده في حالة ايه عدم تمكن من فحص الكود الخاص ممكن استخدم مثلا البروجرام فلوتشار استخدم خرارة تدفق البرامج علشان طبعا يعني اتفهم منطق التشغيل نفسه اللوجيك بتاع التشغيل ايه الاجراءات المنطقية للايه للتشغيل بعد كده مثلا بيبقى عندي غير الخرائط فيه التعليمات التفصولية للبرامج نفسها ليه الخرائط التفصولية بقى يعني بعد الخريطة العامة بتاعت التدفق البرنامج اللي بتوضح اللوجيك بتتعمل مجموعة من الخرائط التفصولية والتعليمات التفصولية برضو لازم ان انا افحصها واحللها برضو ممكن يكون فيه اسلوب بسموه اسلوب اللخاطات التصويرية يعني ايه يعني اخد كده عملية معينة كأنني صورتها كأنني عملت لقطة ليها بالكاميرا عملية بصورة كاملة وابدأ اتتبع هذه العملية واتتبع مراحل التشغيل الايه الخاصة بيها ده الاساليب اللي بتستخدم في تحليل الايه البرامج طيب غير التحليل لازم يكون فيه اساليب بتستخدم في اختبار البرامج نفسها ما زي ما قلت لحضرتك ان البرامج دي اي نعم بتتعمل بواسطة جهات وكل حاجة ما بنقولش عليها لا والبرامج الجهات دي جهات متخصصة وبتستعين بالشركة وبمحاسبين الشركة تمام والبرامج برضو قبل الجهة دي ما بتدهالك بتعمل لها تست وما الى ذلك وتختبر وبقى فيه مرحلة تجربة للتشغيل لكن لها المشكلة انا كمراجع لا استطيع ان انا اعتمد على هذا ما قلش والله انا ما اختبرتش البرامج ليه لان البرامج دي جاي انا 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 ما قوله برنامج يبقى غلط لا خلي بالك بس من حاجة مهمة جدا جدا وهي انت كمراجع حسابات بتقول رأيك الفني المحايد يعني لو انت قلت ان البرامج دي سليمة على مسؤوليتك ما تقولش ان انا اعتمد على انها جاية من مصدر او على انها ما عارفش تعملها اختبار قبل كده من جهة الشركة او لا انت لازم تتطمن بنفسك ليه لان رأيك انت محاسب عليه ده الامر بكل بساطة فبالتالي يبقى انا لازم كمراجع استخدم مجموعة من الاساليب الفنية في اختبار الايه البرامج طيب وازاي بقى انا اختبر البرنامج في كده مجموعة من الطرق وفي الواقع يعني طرق منطقية جدا يعني مثلا في اسلوب البيانات الاختبارية يعني ايه بيانات اختبارية يعني كأنك بتختبر البرنامج كأنك بتختبر الايه البرنامج تمام يعني كأنك بتعمل حالة افتراضية وبتحلها على ايدك بر ادي بيانات وهمية عن ارادات وعن مصروفات واعمل لقايمة دخل وتروح انت عامل قايمة الدخل بايدك تمام وعرفت النتيجة المفروض انت ما عملت قايمة الدخل يبقى عملتها وفقا للاجراءات والمعايير المحاسبية السليمة اللي المفروض الجهاز لو اشتغل هيعمله ويطلع نفس النتيجة لو طلقت النتيجة غلط يبقى فيه خلل في البرنامج بس فيه مشكلة البيانات الوهمية دي اما دخلها ما هو ممكن يكون فيه زي ما تكلمنا قبل كده رقابة على المدخلات ومتحمل على الجهاز برمجيات معينة بحيث انها مش هتقبل لو بيانات مسليمة بيها هصرح بدخلها يبقى دخل بيانات وهمية واصرح بايه بدخلها ويلا يا سيدي شوف البرنامج هيطلع لك النتيجة عاملة ازاي طلقت النتيجة من الجهاز كاوت بوت اقرنها مع النتيجة اللي انا ها اعملها بايدي ومتأكد منها انها سليمة والله لو كان فيه تطابق بين النتيجة دي وبين النتيجة دي يبقى خلاص اقدر اقول ان البرنامج عملت له اختبار وهذا الاختبار يعني ادى نتيجة ايجابية طيب فيه اساليب تاني هو خلي بالك ان الاساليب دي على فكرة يعني ما هيش بدائل و اما تستخدم اسلوب ودهك نتيجة جاية يبقى خلاص لا انت ممكن تستخدم اكتر من اسلوب ممكن تستخدم اكتر من اسلوب في نفس الوقت واستخدامك لاساليب متعددة في الواقع ده بيديك يعني اطمئنان اكتر تأكد اكتر في عملية اختبار البرامج ففيه نظام الاختبار المتكامل ده هو زي اللي فات بس احنا بندخل بيانات وهمية في ملف كامل تمام بس خلي بالك بس عشان نفهم ايه ها العملية دي ايه احنا بندخل ملف كامل من البيانات الوهمية يشتغل مع بيانات وعمليات المنشأة بس نراعي وحنا بندخل البيانات او الملف الكامل لبيانات الوهمية دي ان ما يقصرش على النتائج يعني ايه يعني نتحكم في البيانات كأنها موجة بسالب كأنها مدين ودائن بحيس انها تلغي بعضها تمام يعني كأني بدخل منشأة وهمية ها واشوف النتيجة لو بعد ما دخلت الملف الكامل بالبيانات الوهمية دي واشتغلت وانا عارف انها لو اشتغلت صح ما اتقصرش على نتائج المنشأة اقارن ما بين النتائج قبل ادخال البيانات الوهمية والنتائج بعد ادخال البيانات الوهمية لازم الا ان النتيجة هي هي لو حصل هذا ده بيطمني ان فعلا البرامج سليمة هي يعني فيها من الطريقة الاولى بس يعني ايه متطورة اكثر منها شوية بعد كده بيكون فيه برامج او اسلوب اسم المراجعة المتزمنة ان انا بفحص العمليات في نفس وقت تنفذها يعني بقف كده والعمليات بتتنفذ تمام وارجعها في نفس وقت تنفذها متزامن او متوازي طبعا يعني هذا الاسلوب برضو بيفترض بقى ان المراجع متواجد وقت الايه التنفيذ وطبعا المراجع الخارجي ما هوش موجود في الشركة طول السنة لكن اهو المفروض ان هو بيعمل بعض الزيارات حتى في الفترة الاخيرة بيكسف من زياراته فممكن هو موجود في الفترة الاخيرة دي او في اثناء الزيارات المستمرة ممكن ان هو يستخدم هذا الاسلوب على اساس على اساس انها بتيجي فجائية انت شغال فيبقى انا بفحص عمليات وانت ايه ها بتشتغل واشوف بقى ها مدى يعني انضباط عملية تشغيل البرامج ومدى انتجها لمعلومات سليمة برضو ممكن استخدم برامج لتحليل البيانات ودي برضو تستخدم كثيرا من قبل مراجع الحسابات ان انا بستخدم برامج تعملي بيانات تحليلية من الداتابيز اللي عندي ان انا مثلا لو مثلا انا بستخدم زي ما نتكلم بعد شوية عن مثلا اسلوب العينات فمثلا جيت قلت ان انا مثلا هاخد عينة في مش عارف ان العملة او عينة المشتريات خلال فترة زمانية معينة او نوع معين من العملة او عملاء منطقة معينة او زي ما اختار بقى العينة زي ما نشوف بعد شوية فلازم يكون في عندي برامج تسمحلي انها تديني البيانات التحليلية دي انا اقول مثلا عايز عملاء مثلا معرفش محافظة القاهرة خلال التلت تشهر الاولى من السنة يكون في عندي برنامج تحليلي كزا لا عملاء معرفش ايه خلال اصناف ايه يعني اي برنامج تحليلي بقى حسب الايه اللي انت اه عايزه على اساس ان انا كده بستخدم الحاسب في الواقع في انتاج مجموعة من البيانات التحليلية اللي انا هستخدمها اه في اعمالية الايه اه المراجعة اه برضو في مجموعة اه من الاختبارات برضو اللي هي زي الاختبارات المستمرة ودي بتستخدم بقى اه في انظمة الايه التبادل الالكتروني تمام للبيانات ان انا اه بعمل بقى نسخ من الصفقات اثناء التشغيل الفعلي للبيانات واحطها في ملف المراجعة اه بصورة مستمرة يعني انا كده بدي اردر ان في اه صفقات معينة او عمليات معينة تمام اثناء التشغيل بعد ما بتتشغل بتترمي على فايل عملية المراجعة بصورة مستمرة في الواقع طبعا انا ببقى محدد انا عايز من الايه من الاول يعني انواع معينة من العمليات او في تواريخ معينة او عملات بارقام معينة او عملات بمواصفات معينة ادي اردر ان بعد تشغيلها على طول دي انا كمراجع ببقى اعايزها فبذل ماجي بعد كده اطلبها لا انا بتعملي فايل للايه للمراجعة كده موجود فالحاجات دي تترمي فيه على طول اولا باول على اساس انها تبقى موجودة عندي واخيرا برضو ممكن نعمل عملية فحص ومراجعة لنظم التشغيل وما يلحق بها من برامج على اساس ان انا بفحص برامج نظم التشغيل نفسها وبرامج نظم التشغيل زي ما اتكلمنا قبل كده بيبقى فيها مجموعة من البرامج الملحقة بيها زي مثلا برامج المنفعة والدعم فبرضو ان انا لازم برجعها بصورة مستمرة طيب لو اتكلمنا عن اساليب مراجعة نتائج التشغيل الالكتروني وطبعا ده شيء مهم جدا يعني الوقت عندي التشغيل الالكتروني انتهب نتائج هذه النتائج لازم ارجعها طيب هرجعها ازاي ايه هي الاساليب اللي بتستخدم لمراجعة نتائج التشغيل الالكتروني في عندي تلات اساليب ممكن ان انا استخدمها ويمكن اتكلمنا كنبزة عن النقطة دي يمكن من دقائق كده وقلنا هنرجع لها مرة تانية ممكن استخدم برامج المراجعة الخاصة اللي بتعد بواسطة المراجع خصيصا لعميل معين او قد تعد بواسطة العميل نفسه بس في اغلب الاحوال بتعد بواسطة المراجع بس دي بتعد خصيصا لعميل معين واضح ان انا كده كل عميل هعمله برنامج مراجعة خاص بي ده شيء اهب مكلف بس انا بقول ان انا ممكن استخدم برامج العامة اللي هتيجي بعد كده اللي ممكن استخدم في منشآت متعددة لو الطبيعة واحدة لكن احيانا انا كمراجع حسابات بيجي لي عميل بطبيعة خاصة تمام يعني فبيعة النشاط عنده فبيعة خاصة جدا فبالتالي انا ما اقدرش ان انا يعني اطبق عليه برامج مراجعة عامة بطر ان انا اعمله برنامج خاص بيه هو او لو هو يعني نشاطه نادر جدا جدا ممكن احيانا بيبقى عامل لنفسه هو برنامج ويقول لي والله انا عندي برنامج اهو شوفوا واختبروا لو تحس ان هو ينفع ان انت تستخدمه اوكي حسيت ان انت عايز تعمل عليه اي مجموعة من التعديلات يبقى ماشي لكن عموما البرامج دي في هذه الحالة في الواقع ما بتنفعش الا لعميل معين طبعا يعني استخدام البرامج الخاصة بالعميل ده كون اننا المكتب هيعمله يعني برنامج خاص بي وفريق خاص بي ده من المؤكد ان العميل ده يعني اتعابه هتبقى كويسة يعني تبرر هذا لكن الاكثر شيوعا استخدام البرامج العامة مكتب المراجعة بيبقى برامج مراجعة عامة بيمكن ان انا استخدمها بقى في منشآت متعددة يعني لو ملهاش طبيعة يعني خاصة اوي لا ممكن استفيد بهذه البرامج في اكثر من ايه من منشآة وهذه البرامج بكل تأكيد بتتميز بالمرونة على اساس انها بتتيح استخدامها لمنشآت كثيرة اللي منتشر اوي بقى دلوقتي في مكاتب المراجعة استخدام برامج الحاسبات الصغيرة يعني البرسن والكمبيوتر تمام على اساس انها بتبقى متحملة كده على اللابتوب مع المراجعة وسهل انه ماشي باللابتوب بتاعه ورايح به الشركة يعني طبعا برامج الحاسبات الصغيرة يعني بتبقى منخفضة التكاليف وفعالة وكل حاجة بس برضو في بعض القيود يعني على استخدامها لكنها في الواقع بتبقى مفيدة الى حد كبير خاصة انها بتوفر في التكاليف وطبعا يعني بتبقى سهلة الاستخدام والمراجع برضو بيبقى يعني متفهمها على اساس انه اللي بينفزها على الكمبيوتر بتاعه سواء اللابتوب بياخده معه في مكان الشغل او يعني بيبقى الجهاز عادي بيبقى موجود في مكان المراجعة فبتدي للمراجع يعني امكانية اكثر انه هو يشتغل بيها ويتفهمها لو استقلنا عايزين نتكلم عن حاجة يعني ملموسة حاجة عملية ملموسة المراجعين بيستخدموا الحاسب فيها او الحاسب اثر بمعما اخر على شغل المراجع زي ما قلنا يعني يمكن من شوية ان هو الحاسب ادى للمراجع يعني ايه مجال اوسع للشغل دقة اكتر سرعة اكتر ايه من المجالات او الاساليب اللي بتستخدم في المراجعة في ظل استخدام الحاسب مش هنلاقي اكتر من اسلوب العينات الاحصائية لو اتكلمنا عن العينات في المراجعة بصورة عامة بنلاقي ان المراجعة تحولت من مراجعة تفصيلية الى مراجعة اختبارية تقوم على اساس عينات يعني احنا بنختار عينات وبنرجعها وبنقول رأينا بس خلي بال حضرتك انت بتفحص العينا النتيجة اللي بتوصل لها في الواقع انت بتعممها على مجتمع البحث يعني ما تقولش ان انا فحصت عينا ورأي ان العينا سليمة لأ انت هتعمم النتيجة اللي انت وصلت لها في فحصك للعينا على المجتمع ككل بتقول ان المجتمع كله سليم وبالتالي هي المشكلة هي المشكلة في ايه المشكلة ان انا مثلا خدت عينا من العمل او خدت عينا من الموردين او خدت عينا ما عرفش من اذون الصرف وراجعتها وطلعت نتيجة مراجعة العينا انها سليمة فحطيت في دماغي ان خلص بند العمل سليم او بند اذون الصرف سليم ما الموقف لو اتضح ان هناك اخطاء خارج العينا اللي انا اخترتها يعني في بعض اذون الصرف او بعض ما عرفش حسابات عمل لم تشملها العينة بتاعتي لم تشملها العينة بتاعتي واتضح ان فيها اخطاء ما وضع المسئولية بتاعت المراجع في هذه الحالة نرجع نقول طب وهل المراجع مسئولة عن اكتشاف جميع الاخطاء ولا المراجع بقى مسئول عن بزل العناية المهنية المتخصصة اللازمة يعني انا كمراجع حسابات لو اخترت العينة بتاعتي بصورة سليمة وبزلت العناية المهنية ها الفنية والمعتادة والمتخصصة في اختيار العينة وفي فحص العينة وفي تقييم نتائج العينة زي ما نشوف بعد شوية تمام يبقى انا مش هبقى مسئول لكن مسئولية طاقة امت لو انا ما جيت اختار العينة اخترت غلط لم انفذ الايه العناية المهنية الايه اللازمة او المعتادة تمام الفحص بتاعه وتقييم النتائج ما كانش مزبوط لا هنا يبقى انا دخلت في عملية المسئولية فلذلك استخدام بقى الحاسب في مجال العينات دوت في الواقع يعني اداني ميزة سعيدني اكتر ان انا اختيار العينات بتاعتي تكون سليمة يعني بدرجة كبيرة فالمفروض ان العينات ها بتبدأ الاول بان بدل ما كنا بنراجع مراجعة كاملة ظهر اسلوب اسمه المعاينة الحكمية يعني ايه معاينة حكمية او تحكمية ان المراجع هو اللي بيختار العينة بنفسه تحكمي هو اللي بيقول انا العينة بتاعتي اخذها كذا تمام طيب العينة بتاعتي كون انها اخذها كذا دي دي بتتوقف على ايه ايه العوامل اللي بتأثر على اختياري للعينة عوامل كتيرة منها زي ما اتكلمنا قبل كده في اكثر من مكان وقلنا نظام الرقابة الداخلية انا ببحث نظام الرقابة الداخلية في المنشأة وحسب حالة ومتانة نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة انا بختار العينة تمام وطبعا نظام الرقابة الداخلية بشوف نظام الرقابة الداخلية على المخازن ايه على الاصول ايه على العملة ايه على الموردين ايه فبحس كمراجع لا هنا النظام صلب لا هنا في صغرة لا هنا ضعيف لا هنا معرفش ايه لا هنا تعبان اوي تمام فبحدد حجم العينة بتاعتي وبختار العينة بتاعتي بصورة حكمية انا اللي بتحكم فيها وطبعا ده هتوقف برضو على مدى توافر مساعدين للمراجع عنده بقى مساعدين كتير عنده مساعدين زاوي خبرة ده كله هتوقف عليه وبرضو الوقت في الواقع يعني انا مخصص لعملية المراجع دي قد ايه مخصص لها قد ايه تمام يعني شهر ولا شهرين ولا تلاتة على اساس ان انا برضو بحاول يعني ازبط الوقت بتاعي والجهد ويعني مش عايز اقول برضو التكلفة مش عايز اقول التكلفة على اساس ان برضو يعني عنصر التكلفة بيفرق معايا تمام طيب لو انا باتبع اسلوب المعينة الحكمية دي فبلاقي نفسي ان انا عشان اطبقها باحدد بداية حجم العينة اشوف العينة اللي اختارها حجمها ادي ايه خمسة في المية عشر في المية اتنشة في المية تلاتين في المية ثم بعد ذلك اختار المفردات يعني الاول مثلا قلت انا هاخد مثلا خمسمية اذن صرف ده الاول اول قرار اقول خمسمية تيجي الخطوة التانية اقول بقى الخمسمية دول اختارهم ازاي تمام يبقى دي خطوة وده خطوة بعد كده بقى اقيم نتائج العينة اللي انا اخترتها على اساس ان تقييمي لنتائج العينة هو اللي هيوريني بقى اذا كان كده كفاية ولا اذا كنت اخد عينة اكتر طب النتيجة كانت مرضية كانت غير مرضية اه الله اعلم اتحولت عملية المعينة من المعينة الحكمية الى المعينة الاحصائية يعني باختبر باختار باسلوب المراجع ما بيدخلش فيه ها بصورة شخصية على الاطلاق تمام احصائيا طبعا بتتميز ان النتائج بتبقى موضوعية ومأمونة واكثر دقة يعني ما انت بتختار اختيار غير شخصي خالص المراجع مش هو اللي بيختار حسب ها يعني رأيه حجم العينة ببقى حجم موضوعي ما اصلا لو اخترت برضو اختيار شخصي زي ما قلنا قبل كده في بعض المراجعين يعني بيبقى مراجع يعني قلبه جامد شوية فيه واحد بيبقى لا يعني خايف شوية ودي على فكرة برضو بتيجي من الخبرة يا جماعي يعني عارف يعني لو مراجع جديد بيبقى متخوف شوية بتلاقي تملي العينات اللي بيختارها يعني بتبقى يعني كبيرة شوية لو مراجع عنده خبرة عالية لا بيبقى عارف بالظبط يعني ايه الحجم المناسب كده كفاية بعد كده من مزاياه برضو بقدر اقدر يعني خطأ المعينة بدقة ما فيه خطأ اسمه خطأ المعينة يعني اخطاء بتحدث بسبب استخدامي لأسلوب العينات وده اكيد هيخفض تكلفة وقت وجهد عملية المراجعة وهيحقق لك الاهداف بذقة تمام فهناك بعض الاعتبارات اللي لازم اخدها في بالي وانا بستخدم اسلوب المعينة الاحصائية ايه هي الاعتبارات الرئيسية دي بداية بداية لا ما تصلش ابدا كمية الاختبارات في عملية معينة الى صفر يعني مش ممكن مهما بقى كان صلابة نظام الرقابة الداخلية ان انا اقول ان حجم العينة صفر يعني مش هفحص انا كده متطمن تماما يعني صعب جدا 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 هذا الايه الامر برضو وانا بختار العينة بتاعتي حتى لو احصائيا لاجم نتيجة فحصي لنظام الرقابة الداخلية يأخذ في الحزبان ده شيء يعني اساسي وبديهي وطبيعي سواء كانت معينة حكمية او كانت معينة احصائية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ده اساس اساس نقطة بداية من البداية لازم اخذ فيه حزبان مرعاة طبعا طبيعة واهمية العنصر النسبية اكيد في عناصر يعني بتبقى طبيعتها او اهميتها نسبية عالية فاي عناصر اهميته نسبية عالية ده لازم اخذه في الاعتبار وانا يعني باخد العينة لازم يولى باهتمام اكتر ده شيء منطقي برضو ماذا حجية او شمول اذلة الاسبات يعني كلما يكون اذلة الاسبات شاملة وحجيتها عالية غير اما يكون اذلة الاسبات حجيتها ضعيفة ده يخليني في الواقع يعني اخد عينة اوسع شوية لكن لو قدرت الاسبات حجيتها قوية جدا وشاملة لا ده بيريحني درجة الخطورة التي يتعرض لها اه العنصر كلما كان العنصر بيتعرض لدرجة خطورة عالية بيتهاي ده يخوفني اكتر ها يبقى لازم اهتمي بيه اكتر لازم اطمن عليه اكتر فبرضو ده هيأثر اه على العينة برضو من ضمن العوامل ها اه ان لازم العينة تكون شاملة اغلب الفترات او المواسم الهمة يعني انا مثلا ما جيش اركز كل شغل مثلا ان اخد عينة على شهر واحد لا لازم كده يكون يعني متوزع على فترات السنة برضو لو عرفت ان فيه بعض المواسم اه مهمة تمام تعتبر يعني اه هاي سيوجن زي ما بيقولوا ببعض الشركات او الاعمال يبقى برضو لازم العينة بتاعتي اه تكون يعني شاملة اه هذه الفترات او اه هذه اه المواسم طيب لو اتكلمنا عن انواع العينات الاحصائية اه في المراجعة فيه نوعين اساسيين او رئيسيين من العينات الاحصائية فيه عينات اسمها عينات احتمالية وفيه عينات اسمها عينات غير احتمالية او عمدية العينات الاحتمالية بينقول ان فيها كل مفردة بيكون لها نفس الفرصة في الاختيار يعني في واقع الامر الاختيار بيكون اختيار عشوائي بيكون الاختيار اختيار عشوائي تماما راندم خلي بالك العشوائية يعني ان ما فيش اي تعمد تمام يعني ما بقولش انا هاختار ها بند معين او شهر معين او فترة معينة لا انا باختار بصورة عشوائية خالية من اي اساس تحكمي على الاطلاق العشوائية دي ما عرفش هل تريح ولا تتعب يعني ايه يعني انا الوقتي ما حطتش اي اساس قلتها اختار وخلاص فطلعت الاختيار بتاع العينة بتاعتي كلها في شهر معين او في فترة معينة اه اختار عشوائي حصل كده اعمل ايه هل اسكت على كده استريح ما انا ما دخلتش ولا ايه ما برضو دي من مشاكل العينات الاختيار العشوائي الاختيار العشوائي بيتم باحدة طريقتين يعني في احدة طريقتين يمكن ان هم يستخدموا في الاختيار العشوائي يمكن ارجاع المفردة في السحب مرة اخرى او عدم ارجاع المفردة في السحب في الاختيار التالي يعني مثلا انا لو عندي مجتمع اللي بختار منه مثلا مية تمام وبختار على مراحل الاول اخترت عشرة وبعد كده عايز اختار عشرة تانين وبعد كده عايز اختار عشرة تلتين بعد اختيار العشرة الاولين تمام هل وانا بختار العشرة التانين ادخل العشرة الاولين مرة تانية السحب ولا ما دخلهمش السحب عصلا لو دخلتهم السحب هيبقى ليهم نفس الفرصة ان هم يطلعوا لي مرة تانية او باند منهم يعني مرة تانية تمام ساعتها اقول ان انا سحبته قبل كده يبقى ارجعه عشان اسحب تاني او لا الباند اللي اسحبه المفرضة ان انا اسحبها ما رجعهاش ما بقهاش لها فرصة في الاختيار الايه التالي او الاختيار مرة تانية برضو في مراجعين يحبوا الاسلوب ده وفي مراجعين يحبوا الاسلوب ده او في عندي اسلوب تاني للعينات غير الاحتمالية يعني ايه غير احتمالية تمام يعني عينات عمدية بمعنى ان ما بيكونش لكل مفرضة في مجتمع البحث نفس الفرصة في الاختيار يعني ايه الاختيار بيبقى عمدي عشوائي طب ازاي ازاي الاختيار بيبقى عمدي وعشوائي يعني مثلا انا لو بختار عايز اختار عشوائي عايز اختار عشوائي ما هو اصلا عايز يعني استفيد بميزة العشوائية عايز استفيد بميزة العشوائية ما هو التعمد هيخش فيه الرأي الشخصي وانا مش عايز اخش في مشاكل الرأي الشخصي فقلت اختار عشوائي بس دلوقتي انا بكلمك على الاختيار العشوائي انا برضو ببقى خايف من ايه ببقى خايف لتيجي الاختيار العشوائي ده ها ما هوش متوافق قوي مع الاهميات النسبية او المواسم او او ما الى ذلك طب اعمل ايه ومش عايز ارجع للاختيار الايه الشخص البحث فممكن ان انا اختار عشوائي بس في خلال من خلال تعمدات معينة يعني هقول هختار عشوائيا مثلا من فترة كذا الى كذا او من رقم كذا الى كذا او من مبلغ كذا الى كذا تمام في خلال شهور معينة في خلال اوقات معينة يعني اتعمد بعض المواصفات اللي انا متأكد انها هتفدني في الاختيار او هدي اللي انا عايزها وفي نفس الوقت اخلي عملية السحب تتم بصورة عشوائية فبالتالي يبقى انا جمعت ما بين المميزتين مع بعض جمعت ما بين مميزات الاختيار العشوائي وفي نفس الوقت جمعت ما بين ها مميزات المميزات الايه الرأي الشخصي او المهني زي ما قلنا للمراجعة واضح طبعا ان انا لو بستخدم الحاسب الالي بقى في هذا المجال بيكون في مزايا عديدة جدا طبعا بيكون في مجموعة من البرامج بتستخدم للاختيار العشوائي بتوفر على المراجع الجهد في اختيار المفردات وفي الوقت مثلا اوزون الصرف او حسابات العملة او حسابات القروض او ما الى ذلك كلها متخزنة فانا يا دوب بس بدخل مثلا البرنامج بتاع العينة بتاعتي وبلاقي بد الامر اختار كزا بالطريقة الفلانية بلاقي في او دبوت جايلي بيقول لي اه دي يا سيدي الايه العينة اللي انت ايه اخترتها وبرضو نخلي بالنا ان ده بيطمني بيطمني ان عملية الاختيار يعني اا ما فيهاش ايه اهواء شخصية او ما الى ذلك وبرضو خلي بالك استخدامي لبرامج احصائية معينة وستخدامي لبرامج حاسب قالي فيه اختيار العينات ممكن تبقى بالنسبة لي وسيل الدفاع اذا ما اتهمت بالتقصير يعني يوم ما يقول لي انت قصرت ازاي اخترت العينة دي والله يا جماعة ادي البرنامج اللي انا بختار به وادي البيانات وادي المفردات اللي تم اختارها بالبرنامج البرنامج ده برنامج موسق البرنامج ده برنامج سليم انا اعتمدت عليه تمام ما اعتمدتش على رأيي الشخصي او على هواية الشخصي في الاختيار فواضح طبعا ان المسألة بتمس مهنة المراجعة بصورة كبيرة على اساس ان طبعا انا كمراجح حسابات محتاج تملي ان انا اقول رأيي فني محايد يعني او خلي بالك بيجمع ما بين صفتين رأيي فني وفي نفس الوقت ان رأيي ايه محايد رأيي فني يعني ايه فني ما هوش رأيي شخصي ده رأيي معتمد على ان اللي بيقوله راجل عنده تأهيل علمي راجل عنده تأهيل عملي راجل بيقول رأيي من منطلق مسئولية من منطلق امانة من منطلق ان فيه مستخدمين بيستفيدوا بهذا الرأي من منطلق ان فيه معايير بتحكمه في العمل منطلق ان فيه فنيات كثيرة واسليف فنية كثيرة هو بيستخدمها للوصول لهذا الرأي محايد هذا الرجل يجب ان يتصف بالحياد والحياد ده مش هيجي الا من خلال الاستقلال بتاعه وعشان اوفر له الحياد والاستقلال زي ما قلنا فيه المعايير المخترحة للعمل الميداني وليه المعايير العامة والشخصية للمراجع ان عشان يزيد درجة استقلاله لازم الراجل ده يوعد تأهيله علميا وعمليا وتدريبيا ويكتسب خبرات جديدة واضح طبعا ان المجال يا جماعة الخاص بالمراجعة في ظل بيئة التشغيل الالكتروني او التشغيل الالكتروني للبيانات اصبح مجال خصبي جدا للمراجعين وزي ما قلت لحضرتك مش عيب ان انا احس ان انا محتاج ان انا اتعلم اكتر لان ده اولا هينعكس على مكانة مهنة المحاسبة والمراجعة ها في السوق كل اما العملة يحسوا ان الناس المراجعين دول بيقدوا خدمات متطورة لقدوا لعندهم القدرة ان هما يخشوا في اي مجال جديد يخدمون فيه طالما احنا كعملاء عايزين ها هذه الخدمات ده هيأثر على ايه هيأثر على الطلب على خدمات المراجع اي نعم قلنا الطلب على خدمات المراجع قد يكون مضمون في حالة الشركات المساهمة لان المراجعة الزامية اجبارية لكن ما ننساش ان فيه قطاع كبير في السوق ما هو الشركات مساهمة وفي نفس الوقت برضو شركات حجمها كبير اي نعم هي مش ملزمة بمراجعة حساباتها من قبل مراجع خارجي لكن بتلجأ للمراجعين الحسابات الخارجيين لانها بتحس ان هو بيقدمناها خدمة تأكيد ثقة اطفاء ثقة لو شركة مثلا شركة اشخاص فيها شركاء فيها اشخاص ملاك كل واحد عاد يعرف حقه ايه برضو بدرجة كبيرة من الموضوعية والثقة اما يحسوا ان فيه حاجة اسمها مكاتب مراجعة المكاتب دي بتقدر نتقدم الخدمات دي بتقدر نتقدم فقارير تؤكد ان الكلام ده سليم او مستليم لا نعمل كذا او ما نعملش كذا لا ما بتفرقش معايا انت شغال يدوي اراجعك شغال الكتروني اراجعك وقدم لك الخدمات بدرجة عالية ها وراقية ومهنية وفنية فبالتالي ده هيأثر على يعني المجال العملي او بيأثر على مستقبل مهنة المراجعة في مصر وضح لينا من خلال اللي تكلمناه ان فيه تطور في بيئة التشغيل ولازم مراجعين الحسابات يهتموا بنفسهم ومش مراجع الحسابات بس يهتم بنفسهم لا كل من يساعد في المهنة بداية زي ما قلنا بكلية التجارة بداية بالمنظمات المهنية بجمعية المحاسبين والمراجعين لازم نهتم يا جماعة بمراجع الحسابات ان يكون دائما متطور يكون دائما قادرا على مسيرة اي تطور مهني او اي تطور في اي علم يتعلق بمزولته للمهنة ده لو حبينا ان احنا يكون مراجع الحسابات ده وضعه الاجتماعي مرموق ويعني مهم يكون يا سيدي على الاقل الاتعاب بتاعته كبيرة يقدر ان هو يطلب اتعاب نظير انه بيقدم خدمات متميزة ده بكل تأكيد هيرقى بمهنة المحاسبة والمراجعة ومن المؤكد ان ده هدفنا كلنا وفي نهاية اللقاء اتمنى ان يكون في استفادة من الكلام اللي قلناه بالنسبة للمراجع المراجع الممتهن مع اطيب الامنيات لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر وفي العالم كله والى ان نلقاكم في مقررات اخرى نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته